بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة تفسير احلام وركيا الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية فاكهة واحدة في المنام. لو شفناها ان احنا بنكلها او بنشتريها او بنقطفها فنبشر باقدر من خمستاشر بشارة سعيدة هتحصل لنا بعد رؤيتها. من البشارات اللي بتحملها لنا الرامز ده او الفكهة دي انه بشارة برزق واسع لالرأي. اه تاني حاجة بشارة بساهمة اخبار مفرحة. اه تالت حاجة من الرمز اللي بتدل على مناسبات سعيدة اه قادمة للرأي. اه كمان اه رابع حاجة من الرمز اللي بتدل على زوال اه لهموم. اه خامس حاجة من الرمز اللي بتدل على حظ سعيد اه لالرأي بشكل عام. اه سادس حاجة تحقيق امنية وتحقيق طموح. اه سابع حاجة وصول الرأي لمكانة اه عالية اه سواء مكانة بين الناس او لمنصب اه مرموك. اه تامن حاجة من الرمز اللي بتدل على تبديل وتغيير في حال الرأي ليه الافضل وليه الاحسن. كمان من الرمز المبشرة بزيادة في الاموال اه ليه الرأي. اه عاشر حاجة من الرمز اللي بتدل على نجاح في حياة الرأي. اه بالاخص نجاحه اه من الناحية المادية او من الناحية العاطفية. اه البشارة رقم حداشر من الرمز اللي بتدل على الخطوبة او الزواج من الشخص اه اه الفتاة او الرأي بيتمنى او اه بيحبه. اه البشارة الاتناشر من الرمز اللي بتدل على التمأنينة والخلاص من الطاقة السلبية. البشارة رقم اه اه من الرمز برضو اللي اه بتدل على اه اه زرية اه صلحة. البشارة رقم اربعتاشر من الرمز اللي بتدل على انتهاء اه مشاكل وكمان اه استقرار وزوال للخلافات. البشارة الخمستاشر انها بتدل على ولادة زقر. والله اعلى واعلم. هنتكلم عن الرمز ده وهنعرف امتى بيدل على الحالات اللي احنا اتكلمنا عليها. الرمز اللي هنتكلم عليه النهاردة هو رؤية التفاح الاخضر. آآ رؤية التفاح الاخضر في اللمنام لما يشوف الرأي انه بياكل تفاح اه اخضر فبشارة ليه بسماه اخبار مفرحة. كمان حدوث امور آآ هتتبسط الرأي او هتدخل عليه للسعيدة. كمان اكل التفاح الاخضر بشارة بمنسبات سعيدة. لما يشوف انه بيقطوا في التفاح الاخضر فيه المنام فده زوال للهموم وكمان حظ سعيد. كمان تحقيق امنية او تحقيق رابة آآ او وصول الرأي لمكان علي سواء بين الناس او آآ لي آآ منصب او آآ لمركز آآ مرموك. التفاح الاخضر كمان الوحدة بس من الرموز اللي بتدل على زيادة في الاموال. آآ كمان بشارة باستقرار في حياة الرأي آآ بشكل عام. كمان بشارة بتغييرات. آآ في حاله للافضل وآآ للاحسن. آآ برضو رؤية التفاح الاخضر آآ للشخص العازب سواء كان آآ امرأة او كانت رجل من الرموز المبشرة بالزواج. كمان التفاح الاخضر من الرموز اللي آآ بتدل على كدوم خير وكمان رزق واسع. تناول او قتل التفاح الاخضر للفتاة العزباء بشارة لها بالنجاح آآ في حياتها وتحقيق. شيء هي كانت بتتمناه. الشيء ده ممكن يكون من الناحية المادية او من الناحية العاطفية. شراء التفاح الاخضر في المنام بشارة باقتراب الخطوبة او اقتراب الزواج آآ من شخص آآ بتحبه او شخص بتتمناه من فترة طويلة او شخص بيحمل الصفات اللي هي بتتمناها. رؤية الشجرة بتاعت التفاح الاخضر بشارة باستقرار آآ في حياة الرائي وكمان من الرموز اللي بتدل على التمعنينة وعلى الخلاص من الطاقة السلبية. كمان اخذ التفاح الاخضر آآ ما شوف ان حد بيهديني بتفاح اقدر فده سماع آآ اخبار صارة او اخبار آآ مفرحة آآ يعني هتفرحني خلال الفترة المقبلة. آآ كمان التفاح الاخضر من الرموز برضو اللي بتدل على مال حلال. هيحصل عليه الرأي. المرأة المتزوجة او المرأة اللي اكتسعة لحمل وما تشوف التفاح الاخضر فبشارة ليها بالزرية والزرية الصلحة. لما تشوف ان زوجها بيهديها بتفاح اقدر فبشارة بانتهاء خلافات. وانتهاء مشاكل آآ كانت ما بينهم آآ زوال هموم كمان بشارة باستقرار. شجرة التفاح الاخضر للمرأة المتزوجة. دي سعادة واستقرار وكمان حمل. لما تشوف ان هي بتقطف آآ تفاح اقدر من الشجرة فمعنى كده ان هتحصل على اموال واموال كدير بقدر ما آآ اخذت آآ من السمار. كمان من الرموز اللي بتدل على فيه منافع مادية آآ قادمة آآ ليها. المرأة الحامل لما تشوف المنام ان هي آآ آآ يعني آآ بتشوف التفاح الاخضر في المنام اخذتهم في الشهور الاولى آآ من الحمل فبشارة لها بمولود آآ زكر وكمان بمولودها يكون ليه شأن آآ ومكانة بين الناس في المستقبل. قد في التفاح الاخضر لي المرأة الحامل لما تشوف ان هي بتقطفه بسهولة فدي ولا هيدا سهلة ولا هيدا ميسارة كمان طفل آآ معايفة او طفل سليم. كمان التفاح الاخضر آآ من الرموز اللي بتدل على الترقية ووصول الرائي لمكانة زي ما قلنا فرؤية الرجل انه بياكل تفاح اخضر فاني ما كان هو هيحصل آآ عليها. قد في التفاح الاخضر للرجل الاعزب آآ بشارة ليه بالزواج من فتاة صالحة ومن فتاة على خلق. آآ شراء التفاح بالنسبة للرجل آآ بشارة بتحقيق شيء هو بيتمناه ولكن بيحتاج شوية وقت او بيحتاج شوية مجهود عشان آآ يقدر يوصل للشيء اللي هو بيتمناه او الشيء اللي هو بيسعى آآ لي. آآ ده كده باختصار اهم البشارات اللي بيحملها لينا رؤية التفاح الاخضر في اللامنام. آآ بيكون غير مستحب لو شفنا ان هو فاسد او ان هو آآ يعني في آآ يعني تغيير في شكله او تغيير في آآ طعمه. غير كده من الاموز اللي بتكون آآ مستحبة. آآ بتمنى ان يكون اللي فيديو عايبكم. آآ لو في اي استفسار او سؤال اكتبوه لي تحت. وانا ان شاء الله هرد عليكم. بشكركم جدا واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. مع السلام. اشتركوا في القناة